ما تحدث به رشيد الحسيني ليس أمرا خاصا به هذا الكلام يردده كل المراجع حتى وإن ضحكوا عليكم بفتاوى تنشروا على الإنترنت من أنهم يخالفون في هذه المسألة أو في تلك كذابون إنهم يقولون أهم وسيلة للدفاع عن المرجعية وللدفاع عن الحوزة وللدفاع عن المؤسسة الدينية الشعية الرسمية هو هذا الأسلوب يقولون إن مراجعنا لم يتمكنوا من حماية هذه الحوزة المباركة الحوزة الشريفة نحن مو عندنا حوزة شريفة وحوزة مشريفة بالعراق عندنا نوع شريف ومو شريف عندنا مقاومة شريفة حتماً المقاومة الثانية مو شريفة عندنا أحزاب شريفة وعندنا أحزاب مو شريفة عندنا حشد شريف وحشد مو شريف وعندنا أيضاً حوزة شريفة الحوزة الثانية حتماً مو شريفة حس تشيء سوي أنا ما أدري بس هو إذا أكو حوزة شريفة معناها الحوزة الثانية مشريفة فهكذا يقولون يقولون من أننا بهذا السلاح استطعنا أن نحافظ على الحوزة المباركة فيديو آخر أيضا لرشيد الحسيني إذا كان في الفيديو الذي شاهدتموه يتحدث عن الخوئي ومن أن الخوئي هو الذي يجيز الكذب على الناس ويفتي بجوازي أن تكذب على الشخص وأن تقول من أنه فعل كذا وهو لم يفعل وهذا الأمر يا ليت يطبقونه على الناس السيئين هذا الأمر يطبقونه على الناس الصالحين المشكلة هنا يا ليتهم يطبقونه على السيئين وإن كان هذا لا يجوز حتى مع السيئين المباهة التي جاءت في حديث رسول الله سأبينها لكم بعد قليل لا علاقة لها بهذا الكلام النبي حين أمرنا أن نباهة أهل البدع وأن نبهتهم أمرنا بشيء آخر هذا هراء مراجع حوزة الطوسي هذا افتراء وكذب على رسول الله وآل رسول الله لكنني لا أريد أن أناقش المسألة فقد ناقشتها فيما سلف الفيديو الثاني أيضا في النجف ما هي النجف مركز الكذب لكن كذب رشيد الحسيني بين أصحاب العمائم لا يكون مستغربا أما أن يكذب بين عوام الشيعة ستلاحظون الاستغراب على وجوه حضار المجلس مع أنهم ديخيون من عامة الشيعة وعامة شيعة ديخيون ديخيون حمير أتحدث عن حمير البشر إنهم حمير بشر لمراجع طائفة العظام للمراجع العظام أعلى الله مقامتهم وقدست أسرار الماضين الشيعة قطعان حمير من حمير البشر وهؤلاء استحمرهم ومع ذلك فإن وجوه القوم في المجلس تبدو مستغربة أتمنى عليكم أن تقرأوا لغة الأجساد في وجوههم لأن الفيديو طويل والوقت يجري سريعا ويبدو أنني بحاجة ليس إلى حلقة ثالثة بل إلى حلقة رابعة أيضا فأكثر المطالب ما استطعت أن أغطيها في هذه الحلقة والوقت يجري سريعا هذا الفيديو من حديث لرشيد الحسيني في هيئة حسينية إنها هيئة شباب الإمام الصادق صلوات الله عليه هيئة باسم الإمام الصادق وهو يقول لهم إن رسول الله إن رسول الله الصادق الأمين يأمركم أن تكذبوا على الناس دققوا في كلامه سيقول مفتريا على رسول الله صلى الله عليه وآله وكاذبا عليه هذول أهل البدع رسول الله يقول ذول أولا سبوهم يا بس سبوا لا لا ذول سبوهم سبوهم بعد وباهتوهم يعني شنو باهتوهم يعني بهتان كذبوا عليهم حتى الناس يبتعدوا عنه بلي ليش ليش يا رسول الله مو هذا الكذب حرام البهتان حرام يقول لا في مقاومة أهل البدع من الواجبات من الواجبات رسول الله يقول لنا كذبوا فإن الكذب من الواجبات هذا هو منطق حوزة النجام ما هو بمنطق رشيد الحسيني صدقوني أنا حينما أعرض رشيد الحسيني لا لمشكلة عندي مع رشيد الحسيني لو أن أحداً غيره قال هذا الكلام لنقلت كلام ذلك المتكلم لكن هذا هو المبلغ الديني الديني الرسمي للسيستاني وهذا هو الناشر الفتوائي الرسمي لفتاوى السيستاني حيئة شباب الإمام الصادق وفي الأيام الفاطمية في الليلة الثانية سنة ألف أربعمية وستة وثلاثين هجري قمري الحكاية على طوف للخاط مستمرة منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حين أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجاف أتمنى عليكم أن تدققوا في هذا الفيديو لا أستطيع إعادته لضيق الوقت رجاء أعرض لنا الفيديو قال رسول الله صلى الله عليه وأشوفه بعض الأحيان أنصافا الصير ظاهرة الفساد بمستوى عالي حتى أن النبي يجوز ذك أن تفتري على أصحاب الفساد تفتري يعني شيء اللي ما مسوي هم يقول سوا أهل البدع أهل البدع يسمون البدع ويقولون هاي من الدين ذول أهل البدع رسول الله يقول ذول أولا سبوهم لا لا ذول سبوهم بعد وباهتوهم يعني شنو باهتوهم يعني بحتان كذبوا عليهم حتى الناس يبتعدوا عنهم ليش ليش يا رسول الله وهذا الكذب حرام البهتان حرام يقول لا في مقاومة أهل البدع من الواجبات من الواجبات كما أن الكذب حرام ولكن في الإصلاح شنو صدق عند الله الكذب كما يقول ما مصادق الكذب في الإصلاح صدق عند الله سامعين بي كما أن الكذب في الإصلاح يصير صدق كذلك البهتان في مقارعة الظلال والمنحرفين والمفسدين شنو؟ أعظم الجهات اسمعوا لي رسول الله صلى الله عليه وآله قال رسول الله عن ابن سرحان عن أبي عبد الله الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل الريب والبدع هاي سامعين أنتو هاي الجماعات كل يوم طالع جماعة هذه ما أدري من تسبل المهدي هذه من تسبل ما أدري المن قاضي السماء هذا قاضي الأرض هوايه الطرق وهذه المفسدين والضلالات الموجودة يقول إذا رأيتم أهل البدع والريب من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم يعني تقولوا عليهم والوقيعة وباهتوهم بهتانهم ابهتوهم وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام نعم بعض الأحيان الإجراء الشرعي هو هذا مو بس المقاومة مو بس الجهاد المسلح لا حتى لو كذب اكذب على العدو الناصبي حتى تبعد الناس عنه حتى تبعد الناس عنه المراد من السب هو وصفهم بما هم عليه مثل ما فعل القرآن القرآن وصف العلماء بأنهم حمير حينما وصفهم بأنهم حمير إنهم حمير البشر حمير البشر أقبح من حمير الحيوانات ولذا في سورة الجمعة في الآية الخامسة بعد البسملة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ما قال من أنهم حمير قال كمثل الحمار يحمل أسفارا الحمار حينما يحمل أسفارا هو ممدوح وليس مذموما لأن الحمار يقوم بواجبه ينقل على ظهره الأثقال والأحمال فالحمار ممدوح الحمار الذي يتحدث عنه القرآن هو هذا المعمم الذي عنده معلومات لا يعيها يقرأ ولا يفهم عنده كتب لا يعرف أسرهرها هذا هو الحمار الحمار البشري الحمار البشري أقبح بكثير بل لا وجه للمقايسة فيما بينه وبين الحمار الحيوان الحمار الحيوان حينما ينقل كتبا فإنه يقوم بعمل حسن بالنسبة له لأنه يؤدي وظيفته في نقل الأثقال والأحمال فلذا جاء التعبير كمثل الحمار ما قال من أنهم حمير حيوانا فهذا وصف للعلماء بما هم عليه فالمراد من سبهم أن نصفهم بما هم عليه وهذا هو أسلوب القرآن وأسلوب محمد وآل محمد أما المباهتة أن نباغتهم بالأدلة القوية مثل ما جاء في سورة البقرة في الآية الثامنة والخمسين بعد المئتين بعد البسملة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إنه النمرود إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر جاءه بدليل مباغت مفاجئ فإن النمرود لما قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت فسأله إبراهيم كيف ذلك قال أخرج شخصين من الحبس من الذين حكم عليهم بالموت فأقتل أحدا منهما وأطلق الآخر أطلق سراحة يبقى حيا فأنا أحيي وأميت إبراهيم لم يطل الجدال معه وإنما باهته المباهة إقامة الحجج من دون إطالة الجدال قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر هذه المباهة هذه أخلاق مراجع النجف هذه أخلاق الإكحاب هذه ما هي أخلاق محمد وآل محمد هذه القحبة من تتعارك ويا جارتها الشريفة تقوم تنسب لها كل قبائحها تنسبها للشريفة شنو عدها شغلة مكسورة طائحة حظة القحبة تنسبها للشريفة هذا منطقك حابة هذا المنطق الذي يتحدث به رشيد الحسيني فتاوى الخوئي هذا منطق حوزة النجا هذا منطقك حابة تعالوا كذبوا على الناس حتى لو كانوا سيئين على أي أساس أن نكذب على الناس وأن نقول من أنهم فعلوا ذلك وهم لم يفعلوا هذا الحمار إنه حمار بشري أسوأ من الحمار الحيوان هذا المبلغ الرسمي الديني للسيستاني في الإعلام هذا الحمار ينسب هذه القبائح إلى رسول الله إلى الإمام الصادق ينسبها إلى الخوئي فليذهب الخوئي إلى الجعيم ينسبها إلى مراجع النجف فليذهب مراجع النجف إلى الجعيم ما هو كذلك طايا حظم أما أن تنسب إلى رسول الله من أن رسول الله يأمر شيعته بالكذب يأمر أمته أن يكذب بعضهم على بعض أي نبي هذا أي رسول هذا والإمام الصادق يفعل كذلك أي إمام هذا هذا الذي يوجد احتمال لهدايته إذا ما سمع أن إمام الدين هو الذي أمر الناس أن يكذبوا عليه بشيء ما فعله ستتأكد بدعته عند نفسه لأنه يرى ضلال رسول الله يرى ضلال الإمام الصادق أي أخلاق هذه أي دين هذا هذا دين مراجع النجف هذا هو الدين المرجئي البتري الذي على أساسه سيخرجون بأجمعهم مراجع النجف وعمائم النجف كي يحاربوا صاحب الزمان هذا هو الذي أتحدث عنه وهذا هو الذي أطالب بإصلاحه وهؤلاء هم يخططون لقتلي ولتصفية الجسدية ولاختطاف عبر أجهزة الاستخبارات حكايتي طويلة معهم ومحاولاتهم كثيرة بعضها أصابتني وبعضها ما أصابتني حكاية طويلة حكايتي مع هذا الواقع المرجعي تمتد إلى أكثر من أربعين عاما نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت قلت جعلت فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاته عليا صلوات الله عليه والاعتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل هذا هو الواقع الخوئي وهذا هو واقع المجموعة الخوئية كما حدثكم رشيد الحسين عن فتوى الخوئي في تجويزه للكذب على الآخرين واتهامهم بأشياء لم يفعلوها هذا هو ملمح من ملامح المجموعة الخوئية تحدثت عنه إجمالا إنني تركته لهذه الحلقة هذا ملمح يضاف إلى الملامح المتقدمة الذكر أنا أذكرت لكم 11 ملمح وتركت الملمح الـ 12 الملمح الثاني عشر إلى هذه الحلقة كي أعرضه لكم بالوثائق وبأصواتهم إنهم كذابون إلى أبعد الحدود كذابون 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 الذي يجيز البهتان من السهل عليه أن يغتاب وأن يفتري وأن يقول ما يقول من العراجيف يجيزون البهتان بالفتاوى ويكذبون على رسول الله وعلى إمامنا الصادق من أنهم هم الذين يأمروننا أن نكذب على الآخرين وأن نتهمهم بأهجياء ما فعلوا طيح الله حظكم وحظ مراجعكم وحظ دينكم يا حوزة النجاف هذا هو واقع حوزة النجاف هل كذبت عليهم ما هو هذا دينهم سيخرجون لكم فتوا من السيستاني مثلا من أنه يرفض هذا الكلام هذا كذب ككذب السيستاني الكثير هذا منهج موجود في الحوزة منذ سنة 448 للهجرة هذا الكذب مستمر من ذلك التأريخ وإلى يومنا هذا دين بالكامل لا علاقة له بمحمد وآل محمد وهم يكذبون علينا يقولون لنا هذا دين محمد وآل محمد هل هناك كذب أكبر من هذا هذه هذه هي الكذبة الكبرى دين بكل تفاصيله من عقائده إلى فتاوى لا علاقة له بمحمد وآل محمد دين شافعي معتزلي يضحكون علينا منذ سنة 448 للهجرة وإلى هذا اليوم يقولون هذا دين محمد وآل محمد فهذا الملمح هو الملمح الثاني عشر من ملامح المجموعة الخوئية أضيفوه إلى الملامح المتقدمة في الجهة الأولى التي حدثتكم عنها في الحلقة المتقدمة لازال حديثي متواصلا في الجهة الثالثة حادثة وبشكل سريع ومع ذلك فإنني ما أكملت حديثي في الجهة الثالثة هذا يعني أنني سأحتاج إلى حلقة ثالثة وحلقة رابعة ولا أدري هل سأحتاج إلى حلقة خامسة أو لا عملية الفحص السوناري هذه صارت طويلة على أي حال نحن والسونار والمعطيات التي سيخرجها سونار القمر نذهب إلى فاصل عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا قال بلى قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا حدثتكم قبل قليل عن مشكلة مؤسسة الخوئ من الجهة الشرعية بحسب نظامهم الداخلي في قضية أن الإشراف عليها لابد أن يكون من قبل المرجع الأعلى الأعلم الذي يعتقدون به ومر الكلام في الوقفية الشرعية الرسمية لمؤسسة الخوئ يشترط الخوئ المرجع المرجع الواقف والمرجع الأعلى والأعلم الذي أسس هذه المؤسسة يشترط في نص الوقفية الرسمية والتي هي من جملة الوثائق الرسمية في الدوائر البريطانية يشترط أن الذي يديرها لا بد أن يكون من أولاده وجعل هذا الأمر مفتوحا إلى يوم القيامة لم يقل إلى زمان الظهور لأنهم أساسا لا يفكرون بهذه المسألة ولا يعبؤون بها وربما لا يعتقدون بها أصلا لا شأن لي بهذا الموضوع في الوقفية الرسمية الشرعية لمؤسسة الخوئ لا بد أن يديرها أحد أولاد الخوئ من أولاده من أحفاده من سلالته بشرط أن يكون عالم دين من رجال الدين والله لا يستحقون أصحاب العمائم أن يقال لهم علماء هم رجال دين هذا رجل يمتهن مهنة يوظف الدين لأجل أن يعيش فهذا هو رجل الدين أي علم عنده حتى الذي عنده من معلومات أخذها من العيون الكدرة القذرة لا يملكون شيئا من علم محمد وآل محمد إذا كانوا يملكون إذا كانوا يملكون شيئا من علم محمد وآل محمد فأين هو في أي كتاب وضعوا في أي فضائية قدموا في أي مكان في أي حديث في أي خطبة جمعة أرشدون كل الذي يقال هراء في هراء من قذارات النواصد ومن الفكر المرجئي القذر وهذا الأمر ما هو بإدعاء قناة القمر تشتغل ليلة نهار كي تبين لكم هذه الحقائق وبالأدلة والوثائق ومئات ومئات بل وصلت إلى الآلاف من الساعات على الشبكة العنكبوتية كل ذلك يثبت هذه الحقيقة بالأدلة والبراهين والحجج الواضحة على أي حال نعود إلى وقفية مؤسسة الخوئ فلابد أن يكون مدير المؤسسة هذه رجل دين وهذا لا يثبت إلا بشهادة من النجف بشهادة تصدر عن كبار علماء النجف محمد تق الخوئي عبد المجيد الخوئي عندهم شهادات فهم يلبسون العمائمة وهم في النجف كما يقولون ابن عالم نصف عالم هذا هراء النجف ابن عالم نصف عالم فإذا لبس العمامة صار عالم هذا هراء ثقافة حوزة النجف لما قتل عبد المجيد الخوئي المؤسسة لا تستطيع أن تلعب بذيلها هنا دوائر وقوانين نحن في لندن في المملكة المتحدة لا تستطيع هذه المؤسسة أن تلعب بذيلها فيما يرتبط بالدوائر البريطانية وإلا فهي تلعب بذيلها وتلعب بكل شيء عندها إن كان الأمر يعود إلى الشيعة وإلى الأجواء الدينية لكنني أتحدث عن الجانب المؤسسي عن الجانب القانوني الإداري المحامي المسؤول عن شؤون المؤسسة والذي يتعامل مع دوائر الدولة قال لهم من المدير بعد عبد المجيد الخوئي لا بد من تعريف المدير إلى تلك الدوائر لم يبقى من أولاد الخوئي المباشرين إلا عبد الصاحب الخوئي والرجل لا علاقة له لا بالعلم ولا بالعمامة ليس معممة هو تاجر زوالي زوالي يعني يتاجر في السجاد الكاشاني تاجر زوالي في في إيران في طهران وقد خرج من العراق إلى إيران منذ زمن بعيد تزوج هناك واستقر هناك واشتغل بالتجارة بتجارة السجاد الكاشاني السجاد الإيراني على أنواعه الكاشاني الكرماني فجاءوا به كي يكون مديرا للمؤسسة لا هو برجل دين ولا هو معمم ألبسوها العمامة على قاعدة حوزة النجف ابن عالم هذا ابن الخوعي نصف عالم حتى لفجان دشد بنك ابن عالم نصف عالم لبس العمامة صار عالما مفلقا عظيما لكن هذا الحشي يمشي عد المطاهي الشيعة بس عند البريطانيين ما يمشي هذا الحش يحتاجون إلى وثائق ولذلك المحامي طالبهم أن يحضر وثيقة تثبت أن مدير مؤسسة الخوع تنطبق عليه أوصاف المدير بحسب الوقفية الشرعية الرسمية والمثبت قانونيا في الدوائر البريطانية فماذا يصنع فلجأوا إلى مرجع المؤسسة أعطوه هدية مثل ما ينقل السيد حسن الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة رجاء أعرضوا لنا صورة حسن الكشميري هذا هو السيد حسن الكشميري خطيب حسيني معروف هو أخ لمرتضى الكشميري الذي هو صهر السيستاني وأمير الشيعة من قبل السيستاني في العالم الغربي هذا أخ مرتضى الكشميري لكنه على خلاف شديد مع مرتضى الكشميري له مجموعة من الكتب معروفة منتشرة في الأوساط الشيعية أحد كتبه جولة في دهاليز مظلمة هذا الكتاب الذي بين يدي صفحة 118 عنوان المقال نام تاجرا فاستيقظ عالما يتحدث عن عبد صاحب الخوئ نام تاجرا هو تاجر ولكن حينما قتل عبد المجيد الخوئ قيل له استيقظ استيقظ وتعالى راكضا إلى لندن كي تكون عالما في مؤسسة الخوئ لبسها العمامة وجاءته الشهادة من أنه من علماء النجاف من المرجع الفياض من المرجع الدك ما أنا قلت لكم اتخذوه مرجعا دكة للوصول إلى أغراضهم وقدموا له هدية مثل ما يقول حسن الكشمير من أنهم قدموا له خمسين ألف دولار الله يديمك يا رخص قلت لكم إنه مرجع قنوع القناعة كنز لا يفنى أمر كهذا مؤسسة الخوئ كيمية كيمية أمر كهذا يحتاج بالقليل إلى مليون دولار بالقليل لكن مرجعنا الفاضل أتحدث عن إسحاق الفياض مرجع قنوع زاهد في هذه الحياة فهو يقنع بخمسين ألف دولار ليزور شهادة لعبد صاحب القوي فجئ بالشهادة إلى لندن فأضاف إليها فاضل الميلاني تزوير آخر أيضا وضع شهادته من أن عبد صاحب الخوئ من العلماء ومن أنه قد حضر الدروس لدي الحكاية مفصلة في كتاب جولة في دهاليزة مظلمة بالكامل لكن حسن الكشميري لم يذكر الأسماء لم يذكر اسم عبد الصاحب الخوئي وإنما ذكره بالأوصاف وبالتفاصيل ولم يذكر إسحاق الفياض بالإسم ولكنه ذكره بالتفاصيل ولم يذكر فاضل الميلاني وفاضل الميلاني هو أخ لزوجة حسن الكشميري حسن الكشميري متزوج من شقيقة فاضل الميلاني ففاضل الميلاني هو خال أولاده حسن الكشميري متوسط ونازل من بياناتهم من يحشي يدرش يقول أو حسن الكشميري حي يرزق في إيران في مدينة قم والرجل جريء في الحديث سلوه عن الأسماء سيخبركم فلقد سأله كثيرون عن الأسماء وأخبره من أن هذا التاجر الذي نام تاجرا واستيقظ عالما هو عبدالصاحب الخوي رجاء اعرضوا لنا صورة عبدالصاحب الخوي ها هو عبدالصاحب الخوي الذي يقول عنه حسن الكشميري من أنه نام تاجرا واستيقظ عالما هذا هو تاجر الزوال إنه في مكتبه في مؤسسة الخوي وواضح اللوغو الشعار شعار مؤسسة الخوي أمامه على المكتب على الطاولة رجاء اعرضوا لنا صورته مع المرجع الدكة إسحاق الفياض وهذا هو عبدالصاحب الخوي مع المرجع الدكة الذي زور شهادة لمدير مؤسسة الخوي في لندن رجاء اعرضوا لنا صورة فاضل الميلاني هذا هو فاضل الميلاني والذي كان في مجموعة أمناء مؤسسة الخوي الذين أعلنوا السيستان مرجعا أعلى ومرجعا أعلم ومر الكلام قبل قليل كان واحدا منهم هو الآخر همش وكتب شهادته في تلك الوثيقة من أن عبدالصاحب الخوي من علماء الدين وممن حضروا دروسه الدينية ممن حضروا دروس فاضل الميلاني فاضل الميلاني أستاذ حوزوي معروف هذا أمر لا غبار عليه الواقعة كاملة في هذا الكتاب وهناك تفاصيل أخرى ما أشرت إليها كل الذي أردت أن أثبته لكم من أن مرجعنا الكبير إسحاق الفياد هو مرجع دكة نموذجي من الطراز الأول بإمكان الذي يتخذه دكة أن يدوس عليه بحذائه في أي وقت بملاليم ملاليم أو تشتغل مكينة مكينة يعني ماكينة أو تشتغل مكينة المرجع الكبير يحتاج أن نسو صلوات لو لا ما تقولون أنتم لأن الشيعة يشأكوا شغل طايع حظة يذكرونها على المنبر يسو لها صلوات من الشغلات الطايع حظة للمراجع للعلماء اللي يضحكون عليهم يشأكوا شغل طايع حظة يسو لها صلوات هسا ما أدري إن سووا صلوات لو ما نسو صلوات وقت الحلقة صار طويلا ومن تهينا من حكاية إسحاق نلتقي غدا كي نكمل الحديث خلي نشوف هذا السونار وين راح يوصلنا ايش راح يطل عنا يا نتيجة قطعا ما بقي من الكلام هو الأخطر وهو الأشد وهو الأقوى هذا اللي تقدم كل مزاح صدقوني كل هذا اللي ذكر في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة كله مزاح هذا مزاح ومزاح خفيف بالقياس للجد للطامة الكبيرة التي سأحدثكم عنها للدين المرجئي القذر الذي يدين به هذا المرجع العظيم دام ظله الوارف على رؤوس ترجمة نانسي قنقر